ازاي اشجع الاستثمار وازاي اشجع الشركات الناشئة بالمصطلح اللي طالع برضو الجديد بقاله سنتين كده ستارتاب ستارتاب يعني شركة الناشئة شعال فليس بنستخدم كلمة ستارتاب ونستخدمش كلمة شركة ناشئة وكأنه العرب يعيب المهم فهتلاقي انه لازم تشجع قدر الامكان الشركات الناشئة دي الشركات الناشئة دي بيقى في كل المجالات وقال لي شركة ناشئة ايمة على اختراع جديد أو ابتكار أو تطبيق إلكتروني متميز أو شكل جديد فيه صياغة نشاط تجاري أو اقتصادي أو صناعي إلى آخر فتلاقي قناة سي بي سي بتعلن عن انطلاق البرنامج الأشهر في العالم شارك تانك مش عارف حضراتكم شفتوه لا حوض القروش بالمصري بس ده شارك تانك مصر يوم السبت 7 يناير إن شاء الله الساعة 9 مساء هنتابع مع بعض شارك تانك شارك تانك قيم على كده ناس بتشترك بتحصل تصفيات بعد كده بيدخلوا على البرنامج بيبدأ يتعمل عمليات تصفيات تانية الناس دي بقى مخترعين ومبتكرين وعملين شركات نشأة وعملين أنشطة اقتصادية وأنشطة تجارية والمفترض إنه أولاً تبقى الفكرة جديدة لماعة زكية دي حاجة أو لماعة زكية حاجة تانية تبقى فكرة قابلة للتطبيق تجيب فلوس ما فيهاش عيوب تتلف كافة العيوب الإدارية والمالية وعيوب التموي إلخ 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 سي بي سي الحقيقة عرضوا البرومو بتاع البرنامج الجديد شارك تانك مصر اللي ينطلق زي ما بيقولك يوم سبعة بالمناسبة البرنامج ده موجود في 46 دولة تقريباً في العالم هو برنامج أمريكي شهير جداً قوي خالص ولما اتعامل البرومو أو اتزاع البرومو على سي بي سي فبيوري لك الردود بتاعة لجان التحكيم وردودهم حاجة تبقى حاجة لطيفة كده يبقى تيزر ظريف يعني تيزر دي بقى في الشغلانة بتاعتنا دي ملهاش ترجم يعني المفروض ان هو يبقى الحاجة اللي تشجعك انك تشوف هو غير البرومو يعني بس يشجعك انك تشوف البرومو ده اللي هو الاعلان الترويجي اما تيزر فيه EASER فدي ملهاش ترجمة دقيقة باللغة العربية بالمناسبة في الصناعة دي لانها لو ترجمتها تقيم حرفها الحاجة اللي بتغيزعك فهي حاجة تستفزك تشجعك على المتابعة على المشاهدة الى اخره شارك تانك انا عايز افرقكوا على البرومو او التيزر سميها زي ما تسميها تعالوا نشوف ونرجع بقى ايه هنكمل الكلام بس انا عاجبني الفكرة ان احنا يبقى فيه عندنا في مصر هنا شارك تانك دي حاجة حلو او احنا قلبينا 17 مليون جنيه في مقابل 10% حصة في مصروف الرقم خطيني بصراح كلهم بيقولوا كده في الاول حدد انت عاوز ايه الزبط جماعة احنا مبتاجين في لون عايز تعمل يوم ايه انت حبيب الكلام ده اذا ما تسألش سؤال انت مش عارف ايجابي طبع تحلل المشكلة دي ازاي جاهز اعمالك اوفر على فكرة انا لو ما خادش دي لحنا انحاسب على حاجة اللي تاخدد بعرض 50% ب5 مليون جنيه لا عرض ممتاز 50% كتير جدا لا ام اوت 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 انا هديك اللي انت طلبها شارك تانك مصر بدءا من السبت 7 يناير الساعة التاسعة مساء على السي بي سي انا لفت نظري حاجة مهمة جدا ما تسألش سؤال انت مش عارف ايجابته انا عايز اعرف اتقلت فقاني السياق عشان ده كده سياق مكتزق مانا لازم اسأل السؤال اللي انا مش عارف ايجابته مانا لازم اسأل السؤال اللي انا عارف ايجابته يعني اتقلت و Africa المثال صوتي باجابه